السلام عليكم الخوان إن شاء الله راكم قعب خير يعطيكم صحة راكم تبعو ديزيتبول رح نهضر على المحاربة الصحراء اليوم لغيرية ديزير راح يحاربوا زامبيا صحرة اليوم سواء على الثمانية او 20 او في لوزاكا رح نهضر على دوز اكيب زاير و زامبيا لجوارتنا كما راكم تشوفو راح في اجواء رائعة كوندسيون اوبتمال وتل شباب بزاف والانبيانس هاي لنا استضحك بالعمري ضحك الغاشي سليماني نعرفه كيف عمل لذلك القيل والقال هو اللي راح صاري المنتخب المتدرب ما كان والو غير صحافة اللي راح يطب الفيلم كيف ما راكم تشوفو الانسيين سوداني ومبولحي لعبو كوب ديمانت كيف كيف جوزو قع المراحل والمشاكل كده وكده ودرفلو مع زروقي لعبو في دور الهولندي رام كيف كيف ووالا امبيانس ما شاء الله في الزومبي سافي بليزيان نعود ونشوفو لكيف نانسيونال ما شاء الله لا يستمر وليش عليها وش نقدر نقول امام زومبيا عندنا بزاف الغيابات ماندي بن سبعيني في الدفاع ما يلعبوش وسط الميدان بالناصر غايب فغولي غايب وزروقي ما نضنش يلعبو في هاد المباراة نفهمكم علاش محرز بالرحمة فلاطاك مكاشهم دونك وجدت لكم تشكيلة المحتملة لكومي تحضر تحضر نحضر لكم بتطبيق شباب سيئة نضيفة تقدر تخيير الأقميصة لكولور دي مايو الملعب تحضرها في الليل في النهار إلى آخره المهم إذا لعبنا 4-1-4-1 4-1-4-1 كما مولفين في الحراسة أكيدا أعتقد أن لا سألعب أو إصابة خطيرة جدا يأتي بشكل بشكل قولوا لي إذا لم تكن موافقين لم يكن حتى مشكل نقصر عليها لا يوجد بالعامري وطهرات في الدفاع طوبة لك لن يحرق في الأفريق نقول لكم الصح أحب أن نرى أساسي أريد أن نرى طوبة لا نظر أن نرى أساسي أساسي بالعامري أحب أن نرى وفي الماضي أحب أن نرى أعتقد أن لازمبي سيلاعب بأحسن مهاجم وهو باتسون داكا نهضر عليهم من بعد على الجهاليوسرا عبدالله الذي سيلاعب عنده تجربة الفريقية أكثر من خاسف بن سبعيني غايب بيانسور جهة اليوم منها زفان بن عيادة في الإحتياط ودوك تقولوا لي علش تحقرب بن عيادة وما رانيش نحقرب بن عيادة زفان راه يلعب مع الكلوب بتاعه في الروس وبالمادي يتكل على زفان يكشفتوا لها لعب الربع النهائي النصف النهائي مع نيجيريا لعب النهائي مع السينيقال لذلك أعتقد أن في المادرة يحب أن يرى أينها زفان ونسيناها قليلا بن عيادة يدخل مع بوتسوانا وانتعرف بل كراني غالط لا يوجد مشكل بل كراني غالط لا يوجد شعب في البص الميدان قديورا سنتينيل عابد يلعب رقم 8 مليون رابط بين الدفاع والهجوم يطلع ويهبط يعاون الفوق بلايا رقم 10 صانع ألعاب ولا بلحية كما تحب لا أعلم كيف يكون البرونس مهمة قولوا لي في الكمانتر في الهجوم غزال مع الجهة اليمنى مع هذا غزال لا يرى جوار يستطيع المحرص في هذا المنصب تقولوا لي سوداني لأنه سوداني يرى يلعب أغوش وربع عالم يفوع على الجهة اليوسرة بالليلي بدون منازع سوداني في الاحتياط سليماني كان رأس حربة صح سليماني لماذا لا يجبون الجهة وضعوا عليها لماذا لن يجب يكافح الفوق يضرب و سليماني أعتقد أن سليماني يضرب في حوار مع الصحافة قال لهم سليماني يحب يلعب مع الإكب ناتيونال لذلك يجب أن يجب أن يعطي لعطي تيتولير بلاك يماركي إن شاء الله و سليماني سليماني رأس حربة وسعر سليماني أعتقد أن سأقوم بكم هذه التشكلات و سأقصر دائما تتحول لأربعة و مع لكي نحمي المحور يكون لديه مهمة دفاعية أكثر من هجومية يعاون قديور أكثر من الهجوم ويجعل بولايا هو الذي يستكلف بالتنشيط الهجومي نهضروا على زومبيا زومبيا التي ستلعب تشكيلة المكتملة التي تبدأ بها حسب المواقع تشكيلة المكتملة التي ستلعبها في النمسا في سالسبورغ ويجعلها في المرتبة الأولى ويجعلها في البطولة العمليفات لذلك الشمبيون تلعب بطل النمسا ويجعلها باتسون داكا رأس حربة وإنوك مويبول ويجعلها بسط ميدان ويجعلها لكي يربحوا نعطي لكم معلومة هذا الجواء لم يلعبوا في المباراة الدهاب عندما ضربناهم بخمسة لم يلعبوا لأنهم لا يلعبوا في المتشالي لذلك الأكيب التي سنواجهها اليوم هي أكيب قوية على المتشالي ويجعلها أكثر من المتشالي لماذا لا يلعب بطوبة أو زرقية لا يلعبوا غلطة أو تقعد لهم في الرأس ويستطيع أن يبريزهم لا يستطيع أن يحرقهم هذا لا يعرفوا الأجواء في إفريقيا والإندفاع لذلك سيبوكساش يدخل لعبين الذين لديهم تجربة أو تجربة في إفريقيا وربي عالم هذا رأيي برك لذلك لكي نختم الفيديو لذلك يجب أن تعرفوا بالماضي عيط الـ 28 لعب 28 جوار لدينا زوج مبارايات 2 ماتش وكل مباراة يقدر يدير فيها 5 تغييرات لذلك يمكن أن تفعل 5 تغييرات ثم في هذا زوج مبارايات يقدر يلعب بزوج فرق 2x11 2x11 يمكن أن تفعل 10 تغييرات في هذا زوج مبارايات لذلك يمكن أن يرى جوار في هذا التربوس لذلك يمكن أن تفعل كل يجب أن يرى جوار هذا هو الخاتم أعطيكم ساحة لتبعتوا للمشاهدة نقولكم على المشاهدة صحيح وراء نشوف في المشاهدة وراء نشوف في المشاهدة هذا هو مجمع لذلك يجب أن تتلعوا كم لو هكذا اعطيكم وراء نشوف في المشاهدة أعطيكم ساحة ويقولكم غير يعتقكم ساحة صحيح ترجمة نانسي قنقر